هلو كيف كون اليوم حابة فرجيكم كيف بحضير البتر تشيكن اكلة هندية كتير طيبة ضامنت لكم مية بالمية بس تحضروها بده تطلع معكم اطيب من المطاعم خلونا نبلش بي طريقة التحضير اللهم اسلي عنا بي عندي كلين ونص من اسفين الجيج او لصدورة قطعتون مربعات ميديم سايز الجيج لاحيطل معكم كتير طريق بعصر عليون حامضة كاملة من الصغيرة ولا كبيرة ملعقة كبيرة من الجينجا باست او الزنجبيل المطحون فيكن تشترو فيكن تطحان وفاش بفعص عليون اربع سوس من التوم اللهم اسلي عنا بي للبهارات عندي ملعقة كبيرة بابريكا ملعقة صغيرة كركم ملعقتين صغار كمون ملعقتين كبار من بهار قرامة سلة ملعقتين صغار من الكذبرة النشفة بحطوا كلهم على الجيج وملح اكيد حسب الزو قدي بتحبوه نص كبيرة لبن من الافضل تستعملوا لكامل الدسم بايدية ببلش اخلط كل شي مع بعض وكتير منيح لحتى الجيج جي علي كل البهارات واللبن وكل شي حاطيني هيكلة تشيكن صار جاهز عنا الله ومصلعنا بيشكلون كتير حلو بغطي عليون وبتركون ينتقعوا اكل الشي مدة ساعتين ونص بحطون اكيد بالبرد بها الوقت لحضر للسوس على الغاز رحط مقلعية كبيرة وحط بقلبه تقريبا ثلاث ملاعق اكبار من الزبدة ملاعقتين كبار زيت زيتون وخليون يحموه شوية صغيرة عندي نص بصلة كبيرة قطعتها شوية صغير بحركها بالزيت والسمنة لحتى تدبل شوية صغيرة بس دبليت رح ضيف عليها خمس حصوص من التوم قشرين ومقطعين دوائر بحركو مع بعض وبتركون لحتى يدبلوا للبهارات بدي تضيف ملعقة صغيرة كركم نص ملعقة كبيرة كزبرة ملعقة صغيرة حر فيكن تزيدوا او تقللوا على زواء كون نص ملعقة كبيرة كمون ملعقة كبيرة بابريكا ملعقتين كبار جرام مسالة ضيفون على البصل والتوم وملعقة كبيرة من الزنجبيل وبحركو مع بعض بس حركتو مع بعض بحط عليهم اربع علب بندورة مقطعة اذا ما عنا كون بندورة معلبيت بتقشروا بندورة وبتقطعوها صغير بتحطوهم عليهم برش عليهم ملاح اكيد الملاح حسب الزواء بحركو مع بعض بضيفة عليهم كباية من الكاجو الكاجوني بس حطيت الكاجو بحركو مع بعض بحط عليهم غطاء وبتركو لحتى يغلو تقريبا 15 دقيقة على نار خفيفة بس يغلو عنا السوس بفديهم بيجات كرمال يبردو عنا بسرعة لا اطحن السوس بالفود بروسسسة حطيتون على مرحلتين وبكل مرحلة حطلو نسك بيت ماي واطحنون كتير ناعم بس اطحنون كتير ناعم بحط الطنجرة يلي بدي اطبخون فيها حد مني وبحط عليها مصفية وبفديهم بقلبها كرمال صفيون كتير منيح كرمال يطلع عنا كتير ناعم وكريمي قد ما تحنتون ناعم لحيدال بقلبهم قطع كاجو كتير صغيرة وصوص البارا تشيكن لازم يكون كتير ناعم وما في اي شي يطلع بتمكن يقرأت فبليز اتأكدوا انكم تصفوهم بهيدا الطريقة هيك لازم يطلع عنا الصوص ناعم وغير شكل حطيتون على الغاز وهلا عندي ملعة كبيرة من النشاة حطيت علي ملعة كبيرة ميمساقة حركتها حطيتها على الصوص وهلا بحركم مع بعض كتير منيح بالويسك بسبل شو يغلوا عنا بهيدا الشكل راح ديفا عليهم 400 ملي من الفيكنة الكريم او كريمة الطبخ وبحركم مع بعض لحتى يمتجوا بحطة عليهم ملعقتين كبار من البرة او الزبدة وبحركم مع بعض لحتى الزبدة تدوب مضبوط بتركن على الغاز يغلوا تقريبا عشر ضغيق او لحتى قويم السوت يصير شوية تقيل ومخطرة هيك صار جاهز عنا وهيدا القويم يلي بدناي ما كتير تقيل ولا كتير خفيف وهيدا لتشيكن من بعد ما نقعتون ثلاث ساعات بدي اشويهم بالفرن كتير بحب اشويهم بالفرن لام بياخدوا طعمة السموكي غير شكل عندي سيخ خشب نقعتهم بمية مساعة تقريبا ساعتين وبعدين نشفتهم بالمحارم بنقعهم بالمية كرميل ما يحترقوا بالفرن بكل سيخ شكت تقريبا من خمسة للسطقة حسب قدي الساعة وتركت بيناتهم فراغ كرميل يستويه مضبوط لأشوي التشيكن بفرن محمى من قبل تقريبا بخمسة عشر دقيقة على اعلى درجة حرارة عنكن اياها بشغل الفرن بس من فوق بحط السينية وبترك التشيكن لحتى يستوي مضبوط تقريبا بياخدوا سبعة عشر دقيقة لحتى يصير لونون دهبي غير شكل برجع بتلع السينية وبقلوا بالتجاج وبتركهم كمان لحتى ياخدوا لون اشقر على الميلة التانية هون صاروا جاهزين عنا هلا بسم الله الرحمن الرحيم بخبزة بمسك السيخ وبسحب كل التشيكن تلعوا عندي سينيتين اللهم صلي عنا بخير الله سخنت السوس شوي ونزلت بقلبه كل التجاج بحركهم مع بعض وعلى نار متوسطة بتركهم يغلو تقريبا من خمسة لسبعة دقائق وهيك قطيب برة شيكن بالعالم ممكن تحضروا بالبيت صار جاهز عن جد عن جد اللهم صلي عنا بي ما بحكي لكم عن الطعمة قدي طيبو ان شاء الله بس تجربوه لحتعرفوا انا شو عام اقول السوس ولا غلطة البهارات غير شكل القوام السوس لونه كل شي بيرفكت لتشيكن طعمته كتير طيبة خصوصة لما شويتهم بالفرن طلعوا غير شكل وكتير طريين ودجورسي منو ناشفين ابدا طعمت البهارات على ليون ولا اطيب من هيك عملت حد منو رز ابيض وطلعوا شي بيشاهل قلب اللهم صلي عنا به ولهون بتكون خلصة وصفة اليوم بتمنى من قلبي تكون عجبتكن واستفدتم من هيدا الفيديو لو سمحتوا اذا جربتوها بتمنى تخلولي رأيكم بالكومنت وان شاء الله تعجبكن هلا رح قلكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي